حتى الذي لا يقدر أن يدفع الظلم بالقوة عليها أن يتكلم وعليها أن يستنكر هذا أقل ما يجب المسؤولون ابتلينا بمسؤولين في الحكومات السابقة وفرطوا وكان فيهم تقصير كبير ولكن كانوا على الأقل وإن لم يعملوا فإنهم كانوا يستنكرون ويتكلمون ومصحيح يعني إهمالهم وتقصيرهم ربما كان هو الذي أوصل لهذا الحال ثم بعد ذلك كانوا يتكلمون ثم بعد ذلك لما انتهت المسألة قل واحد ذهب إلى سبيله اللي عنده جنسية ألمانية راح لألمانيا واللي عنده جنسية كندية راح إلى كندا واللي عنده جنسية إنجليزية ولي طي راح إلى أطاليا وهكذا وهذا الذي نخشاه حتى الآن الآن المسؤول عندنا حتى الاستنكار بالكلام عجز عنه